السلام عليكم من جديد لا زال الاستهثار في فريق بارشلونة متواصل كما قلنا سابقا وقد نعود لها تانية مباشرة هذة المرة هذه بأن التولاتي كسافي ديكو لابورتا كل واحد فيهم كي يجبط الجيهة تاناقودات في التصريحات تاناقودات في الآراء تاناقودات حتى في التفكير فكيف يعقل بأن التولاتي الذي هي قود البارسا ألا وهو الرئيس والمدرب والمدير التنفيذي أو مدير كورت القدم أو سميه انت المدير الرياضي سميه كما شكت اللي يشري اللعابة كل واحد يجبط الجيهة الصريحات الأخيرة انت اكسافي اكسافي يقول لك انا المطالب اكسافي شنو هي في السوق اريد لاعبين من طراز كيميش لياو بيرناردو سيلفا نونيز ارادت تسعى انتعى باير مينيخ ارادت تسعى انتعى تسعى انتعى ليفربول نونيز ما ننسو بأنه نونيز شرته ليفربول بمئة مليون أورو تحردت بيعولك يعني الخيارات اكسافي كلها خيارات بالنسبة للفارق خيارات عقلانية ولكن النسبة للإدارة خيارات يعني خيالية قلنا بأنه من البنود اللي اتفقت عليها الإدارة مع اكسافي أنه ما يطلبش صفقات كبيرة بصح اكسافي يعني في المؤتمر الصحفية يعني بلاعبين اونانا بستين مليون أورو كميش خمسة وثلاثين مليون أورو كي يقولون له نونيز مية مليون أورو الياو مية وعشرين مليون أورو هكذا تسمع بعض الأسماء انت يرى بشي شكل زوبيميندي بستين مليون أورو منين تجيب هذه الأموال لكسافي واش كسافي عايش في الخيار واش كسافي ما كيتواصل له مع الإدارة واش ما كيتواصل ما بين هاد الناس واش ما تفهمواله كي يجي الرئيس على بورت ماذا يقول لك؟ كي يقول لك سانا قومه بصيف ساخن ولكن مين كتبش تشوف تاني العقود انت على اللاعب اللي ولو جدوها ارا يقسك الحماق اخر واحد غادي جدد هو سيرجي روبرت اوه بل انتا قلنا بأنه ليفاندوفسكي ميمشي دي يونج دير اللوت جديد ارا اخو بغين يجدوله شتيقين بغين يجدوله سيرجي روبرتو بغين يجدوله كل شيء مغي جدد له فيره هاد طورانت على اللاعبين وفيره هاد الصيف ساخن وفيره هاد الصيف البارد وفيره اني نجيو الديكو تاني كتسمع هاد راخو راه ديكو تاني علام اخر ديكو بعد المرات اليوم يخرج هاد السمن يقول لك نحنو خصنا واحد لاعب ارتكاز من طاراز الرافع بصح ماشي للقويد انتع بيتيس المهمة ديه او كنت ادرع على اونان كنت ادرع على دين دين انتع السترسيتي هذا مؤخرا اسمعنا الى ادرع عليه بزاب او كنت ادرع على دين 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 او كنت ادرع على دين واحدة مو انتهي عقده اهل يوم او كنت ادرع على دين كمش يكشتوا كمش 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 عام هما يسقب كمش اخر ما قيل في القضية كمش انه البرصة تنتظر انتهاء عقد كمش في عام هالفين وخمسة وعشرين ايه هي يعني هاد صفة متتسنينه اشieren اي ا tragedy كل صراحة اللهمة كالبرصة تقولك اللهمة الا ادخلت اموال من ان يل غد دخول ادي الاموال انتي مبغيت بيع التواحد او كش بغيت بيع انت اه اوتى معوليني بيعو الزلزولي الزلزولي كنترسب بعد المليون و الزلزولي غدي اجيب الكمش بquila اتباع معوليني بيعو فاتي فاتي مكاشلي اسريقة فى السوق وعقنوا على ذلك الفاتيرة لما تبيع بواحد الخمسة والاستة يحصرا كان يدي المئة وخمسين واذا تريد أن تبيع لعبين كبار؟ فلهذا يعني إما أنه كسافي عايش في واحد الخيال وعايش في واحد الوهم إما ما كانش واحد التواصل ما بينها التولاتي وهذه الفضاحة الكبيرة إذا ما كانش تواصل راه دولة المأزق الكبير قلنا بأنه الجديد منتع كسافي كانت فيه شروط من طرف كسافي ومن طرف إضاء شركت له سابقا أنه شركت الواحد اللي تطلبت الإضاءة منك صادر لم تأتي منها صفقة كبيرة أرى ما كانش وفعلا الزمن الاقتصادية التي يمروا بها النادي ما عندك شبش تشري فكيف هل هذه التصريحات تخرج؟ ما الغرض من هذه التصريحات؟ أرى سمعنا حتى هاريكين غديجي بسرع أجي نوردك شنوب أغير البارسة تجيب في الأول كي يطلعوا لك الطموح ويطلعوا لك يطلعوا لك السماء أبري يزدخوا لك للأرض ما يسمعونه؟ أونانا 60 كميش زوبيميندي ما يسمعونه؟ فيراتي أو لا المفكرة على برسولون فيراتي أرى العب في قطر أو لا؟ فيراتي قال لك بأنه عرض دراسه على برسولون تعرفين من نظر ومواطنين هناك دراسه على برزوفيتش الذي كان في الأردوينو وشحونا نجري وصفتنا كيسا بشأن نحوه وقوم بسرع أغير البارسة ستجيبهم من الهلال السعودي يعني كما قال لها واحد يعني عفواني للدور السعودي عفوان الأخوة السعوديين وعفوان الأخوة القطارية لكن النيفو يطلع عندما تخرج من أوروبا أو أفريقيا أو أسيا نيفو سيطيع كيف ستقوم بالأوروبا؟ كيف؟ قلنا لكم بأننا كانت صدمات جاية في الطريق ومطرف إدارة البرصة قلت أنا بأن هذه الإدارة كاذبة قلتها ميران واتكران قلتكم بأنها إدارة خادعة لأنني أعطيتك أنا لماذا أفعل هذه الفيديوهات؟ لأن المشجع الكتالوني يعرف الأمور والخبايا أنت على النادي لأن لا يتسنن أي حواج كبار لأن لا يتوقع أمور كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي أو في كنت تسمع أرى خصنا لاعب ارتكاز قوي خصنا جانا حمهاري خصنا ظاهرين باش باش تشري هذا الشي أرى أعطيتك أنا الميزانية على فرق كرة ديرها أعطيتك المشاكل المالية لكي نفرق كرة ديرها ها خمم ولسق حلل وناقش هذا الرأس الباقي كانت جين خصنا وخصنا وخصنا أباش يا إخوان أرى لما كانت واحد البيع كبير في البارسة أرى لا يوجد شيئا وهذا الإدارة فرد توجه آخر المنضمين الإدارة اللي رهتشوف فيهم ألا وهو ريوس عرفتو شكون هو ريوس؟ ريوس هو الجناح يعني القائد برسيا دورتموت هذا ريوس عنده 34 سنة وقمت برسولون هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع يجب أن تحصل برسولون يجب أن يكون 34 سنة وقمت برسولون وقمت برسولون ليس معروف على ريوس يعني إدارة برسولون كانت تتبع من 2014 وكان في 2014 قريب يأتي لبرسولون في الوقت أوريكي لأنه أوريكي كان طلبه ولكن كان لدينا دكتولة كانت في الأمي سن وكانت معنا مسائل أخرة وكانت معنا بأدري وكانت معنا مشابة بأدري يقدم أن تلتمي من أخرج يعني لا كانتي برسولون يعني كانت في محالة فرقة لا يريدها يجب أن يكون هناك بعد مدار 34 سنة وكانت الكارير فكلها إصابات معروف ريوس بإصابات هذه الإصابات التي تطبعب مناتها ما حالة من مرة؟ بفضل الإصابات يعني كارير كانت إصابات من التعليم دبق من التعليم لأنه لعقده وقال بورسيا دورتمون ولم يريد أن تخرجه ولكن كان صافي حياتي كاملة في بورسيا دورتمون يمكن أن يريد أن يذهب إلى دوري أمريكي أو دوري البارسة وفكروا في جنبه وهو بلدس ناقش ناقش هذه الإدارة وفهم هذه الإدارة وعود سنقوم بثورة سنجيبه بصعف الشراء فهمت فهمت أن يكون مكسافي فهمت أن يكون مكسافي وليس يزيز عليه في هذا المدرب سنجيبه جديد وفضحناه سنجيبه وحتى المدرب لم يأتي قيل بأنه فليك فليك البسعون ريكي موتا ديزيربي وقلت لكم يا الله لا يأتي واحد ونحن نصلنا إلى قلت لكم مرة لا يأتي واحد فهمت أن يأتي المدرب لأنه مدربي لاجاك جديد يجب معها مشروع أي مدرب من يأتي سيأتي للاعبين ويأتي للاعبين لعبين لا يأتي لك ويأتي لك هذا الفتالي تبت وكسافي تم وراء كسافي يزيز عليه بقي تم الرماية لا تسحب كسافي تراجعة وكسافي لاحط الجمهور بغاني كسافي يقول كان يحب النادي يوضحني من أجل النادي وقع اجتماعات كسافي خويرة ما فيهاش يجينا حتى المدرب اللهم أنت ويزي تكمل معانا ودير معانا وراء كسافي ولا يتحمل الضغط المسكين كسافي باطل إلا ركس في در الشروط أشمن شروط ركس في خصوه لاعب برتكزها أو لاعب برتكز تعبيتس لا أقل ولا أكثر سيرجي روبرتو ورمي عودوا للعقد وبحلواله روميو سيبقى تم يعني شيء عجيب كي يوقع في هذه الإدارة ما كنقول شانا بأن إدارة يعني إدارة يعني الموارد المالية هي المحرك الأساسي لكل سوق وكل انتدابات هذا الموارد المالية يبرسلون يا إخوان منعادمة ما هذه الكلمات؟ منعادمة تعرف آخر آخر ما قيل وآخر الاقتراحات كي تضحكني يا مشجيع وكي تسكتوا قليلا هذا البلا بلا بلا بزاف لأنه الكلام وكثير والفعل قليل آخر الاقتراحات واحد الصحفي برساوي اسمته قوتا على ما أظن قوتا اقتراح واحد الاقتراحة كي تسكتوا قليلا وأقتراح واحد قال لهم قال لهم قال لهم قالوا مشجيعين تأبرسلون ندلل خمسة أورو الواحد سانهم قيدوا النادي من جميع المشاكل وفعلا نحن نعرف بأن النادي يعني غير أعضاء المنخريطين لدينا 250 ألف عضو لو كان هذا 250 ألف عضو تدير خمسة قوة طلع لحساب هذا التحرك هؤلاء المنخريطين الرسميين فما بالك بالجماهير القطارنية في العالم؟ يعني اقتراح عقلاني و اقتراح زوين لأن السيد عارف طرف تعبارز سوف نطلبه بهذه العبارة نحن نطلبه و نسعاه و نسر لامان كما قلها له لم يكن أموالات وجد والموالي ستدخل و تذهب للدوين هل هناك دوارك غارق بالدوين غارق إلهي عمر كيف ستسلك هذه الأمور؟ و تسمع أنت في الصحفة نجيب و نجيب و نجيب و نجيب لا تسمع هالا هالندا صاحبي في برسون قال قال لك هالندا في برسون هالندا في برسون خصوه 350 مليون أورو لتجيبه 350 مليون لتجيبه كيف تجيبه و أنت لا تكثر بعض أورو و هضرنا على الله فرطة عن بابة و هضرنا على الله يعني شيء عجيب ولكن ما يبقى فيه أنا عارف هذه المسائل و شرحت هذه المسائل و ما زال كان شرحت هذه المسائل كيف يفهموا الوضعية الحقيقية عنها نحن في الحاضيض كيف تفهموا؟ شوف موارد كائنة لا يمكن أن نقولك ما كائنة كيف نطيحوا يعني ندفعوا فايت 100% لا يستطيع أن ندفعوا فايت لأنه كل ما يدفع فايت لذلك لا يوجد الموارد أما في البارسة كائن موارد ولكن فيها تمشي هذه الموارد تمشي هذه الموارد تمشي الديون بالدرجة الأولى تخلص ديون لا تنسى بأن لدينا واحد ديون لأننا لم يعد أصلاح من المدين أن نقوم الآن نحن نجد ان نقوم لدينا الأولى استعملوا ولكن كان المدين يقوموا بأن أخرى مستعجلة والمدين يقوموا بقيمة المدين يقوموا بأنهم رائب قاموا بأن تنسى لكن لم يعد هذا المثل وصحافي كاتلوني قال لك أن نطلبه نجمعه البارسة أنا قدرت أحد مقترح أن أعبوه بفريق تعد بي لا تشريش ببيع ببيع وخلص ندير واحد لاني بلونش ربما ننافس غير اللاكوب ها أنت فريق تيب وخسرنا فلوس وزبالة فلوس خسرناها مديناش بولون كاستاي مديناش هل لماذا ندير واحد لاني بلونش؟ وننافسه غير المركز الثاني وننافسه غير اللاكوب ولكننا غير اللاكوب ونبقع ونخرجوا بلاقة هادي فكرة كنت راحتها جاءت انتي قادات واشنطا واشنطا ها أنت الله فردي ها أنت كتخسر أموال وكتخسر دي صالير كبار وفتالي ما كينوال لأن العشوائية من كتكون العشوائية فريق والله ما دير حاجة وما زال هذه العشوائية رحنا نزيد فيها المعام الجاي غادي نجيبوا لاعبين تاني وعطوهم دي صالير كبار وغادي نشتري وغادي ندير وغادي وفتالي من الدول لأنه المنظومة المنظومة التسيير ومنظومة اللاعبين الحاليين اللي كانوا في برسل والله ما دي بهم حاجة أهلا أخسر كتبت تلغي المدرد لا تشوف عام الجاي تاني لما كانت شيء تعزيزة قوية خادين فوتوك بالنفس العام اللي فتنا به حاليا وراكنوا تشوفوا التوجهة على إدراف السوق لا يفهم ريوسة صاحبي ريوسة بقي السيد خلصوا يخرج للاروتر باقي تجيبون تلك البارسولون قلت لكم أنا واحد لكتلك البارسولون المنهبى وذبى يجي العرفية كيف يريد أن تبني فريق؟ كيف يريد؟ عندنا نواة تبني فريق المستقبل نخدموا عليها نديروا تأزيزات بسيطة لماذا كانت تجيب لي النجوم؟ هذا ريوس ستعطي فصالي ستصررنا لفيرن لفاندوفسكي نفسنا فليهذا يعني كان بعض الأمور وهذه التولاتي كما قلت لك أنا كصافي ديكو يعني رابورتا كل واحد يبدأ في تجاه غير الغرض من هذا الشيء كامل هو أنه سكت الجماهير الكاتالوني ونقروا اللي بغينا والأمور ستحق وشكرا